كريم فعال جدا لعلاج الاجزمة والبشرة الملتهبة والجفة جدا ومش بس كده ده كمان حلو جدا لالتهاب وتشققات الشفايف هيقضي على الموضوع ده وهتبقى نعمة وزي الحرير زاقت حلو جدا لتشققات الادين والاقدام زاقت حلو جدا للعقل بتاعة الصوابع اللي بتكون سامرة برضو بيفتحها جدا جدا وبيرمم البشرة من جديد يلا بينا نشوف الطريقة ندخل في المكونات على طول اول حاجة هتكون معنا في الكريم زبدة الشاية طبعا ده هتقولولي مش زبدة شاية ده فازلين لانه انا مش متاع عندي زبدة شاية لكن اللي متاع عنده زبدة شاية حطه منها معلقة طعام اوكي يعني هو الافضل بزبدة الشاية او زبدة الكاكاو لكن اللي بقى مش عنده زي كده لا زبدة شاية ولا زبدة كاكاو تقدروا تستخدموا الفازلين معلقة كبيرة معلقة كبيرة مليانة زي ما انتو شايفين بصوا يبقى معلقة كبيرة مليانة فازلين او زبدة شاية او زبدة كاكاو المتاع عندكم طيب تاني مكون هيكون معنا زيت جوز هند هناخد منه نفس مقدار زبدة الشاية او الفازلين معلقة طعام زيت جوز الهند ممتاز جدا 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 للبشرة الجفة والملتهبة فده هيبقى علاج سحري للناس دي والفازلين برضو او زبدة الشاية مرتب عام وفظيع طيب وبيعالج التهاب البشرة تالت مكون زيتي هيكون فيتامين اي اويل هناخد منه مقدار معلقة صغيرة معلقة صغيرة اهو ده برضو حلو جدا جدا وملطف للبشرة اخر مكون معنا هيكون زيت اللافندر اللي هو زيت الخزامة ده اصلا بلسم طبيعي للبشرة الجفة والملتهبة ممتاز جدا جدا لاصحاب البشرة الجفة او اللي على طول بتبقى جفة وبتسبب قشور والتهابات ده ممتاز ليكو طيب هناخد منه قد ايه هناخد منه خمس قطرات خمس قطرات بالزبط طيب وهنبتدي نقلب طيب زي ما شفتوا كده خلاص الفازلين خف شوية وبقى كريمي زي ما انتو شايفين بقى عامل زي الكريم اهو اخر بقى مكون معانا في الوصفة الاقتصادية والفعالة دي هيكون هو النشا زي ما انتو شايفين النشا حلو جدا جدا في ترميم البشرة يعني البشرة محتاجة اللي بتكون فيها اجزما او التهاب بتكون محتاجة ترميم وتجديد خلايا الجلب ده مناسب جدا جدا للبشرة في الحالات دي فاحنا هناخد منه قد ايه هناخد منه ربع معلقة صغيرة اهو ربع معلقة خليهم ربع بالزبط اهو زي ما انتو شايفين ونحط على الكريم بتاعنا ونبتدي نقلب طبعا عايز بقى اقول لكم ان الكريم ده مش هيكلم بس للناس اللي عندهم اجزما او التهاب او بشرة جفة ده كمان هيبقى حلو جدا جدا للناس اللي شفايفها بتكون مقطعة من الالتهاب ده هيرمم الشفايف والشفايف هتبقى حلوة جدا ونعمة وكل الخطوط او الالتهاب اللي هيكون فيها هيروح تماما زايت حلوة جدا جدا لتشققات الاقدام وتشقق الادين برضو ممتاز جدا حلو كمان جدا لتبيض الادين اللي بيكون الناس اللي عندهم اديهم من هنا العقل سمرة او عقل الصوابع ده حطوه على العقل الصوابع ممتاز جدا جدا هيفتحها قوي يعني هو بصراحة ليه استعمالات كتيرة جدا اهو بصوا كده بقى لوشن تحفة جدا جد بعد كده هنفضيه بقى فاي علبة كريم فاضية عندنا بصوا بقى جميل ازاي عامل زي اللوشن طيب ده بقى استخداماته ايه ده استخداماته كل يوم قبل النوم بنحطه على المكان الملتهب او المكان اللي فيه اجزما وعايزين نعليجها اوكي يستخدم مرة يوميا قبل النوم ولما نصحى الصبح نخسل وشنة كويس جدا بعدها يحفظ في التلاجة مدة صالحياته شهر استمروا عليه ومن رابع او خمس يوم هتلاقوا ان البشرة بتتحسن بشكل كبير جدا جدا وهتتبسته قوي منه وبكده انا انتهيت من حلقتين نهاردة يا رب تكونوا استفدتوا منها لو عجبكم كل حاجة تقدمت ما تنسوش تعملوا لايك كتير شير اكتر لان ده بيشجعني استمر معاكم ما تنسوش تعملوا لي فالو على الانستجرام والفيسبوك وقناتي على اليوتيوب سبسكرايب اشوفكم في وصفة جديدة فكرة جديدة وحلقة اشتركوا في القناة